الأصل الأول، السؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك من ربك؟ بماذا تجيب؟ تقول ربي الله الذي رباني أي خلقني ورزقني هذه تربية للبدل، للظاهر وتربية للباطن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل حتى الداخل يتربى الله سبحانه وتعالى هو الخالق والراجق لا بد أن يعبد لا أحد يخلق إلا الله لا أحد يرزق إلا الله إذن لا يمكن أن يعبد إلا الله كل من عبد غير الله فهو مشرك كافر لكن نحن نريد بهذا الكلام أن نخاف الشرك على أنفسنا وعلى غيرنا وما نريد بهذا هو أن نخاف ونحن نخاف الوحفات مع الله من نفسنا ونخاف ونخاف ليس لي أن أحكم على فلان أنه كافر فولان مبتدع هذا ليس لي، هذا الكبار العلماء للقضاء نريد نتعاون، نتناصح، نخاف من الشرك، نبتعد عنه نريد نتعاون ونقاف من جميعنا أن نتعاون من الشركات والله نعم، حتى تكون الأمة أمة واحدة والله أعلم لأن الناس يمكن أن يكون مجتمعاً شكراً كما mlات